عاصفة ثلجية تضرب مناطق شمال غرب سوريا وتتركز على المرتفعات الجبلية بنسبة أكبر هنا في تجمع مخيمات خربة الجوز على الحدود السورية التركية يبدو أثر العاصفة واضحا على الخيام وأيضا على التلال والجبال المحيطة في هذه التجمعات العشوائية على الحدود السورية التركية مباشرة مما يفاقم من حجم المعاناة لدى الأهالي انخفاض كبير في درجات الحرارة مصحوب مع هذه العاصفة أو متزامن مع هذه العاصفة مما يزيد من حاجة الأهالي إلى موارد التدفئة والحاجيات الأساسية الأخرى طبعا فرق الدفاع المدني كانت قد حذرت الأهالي من قدوم هذه العواصف وطالبتهم بتثبيت خيامهم وأيضا اتخاذ كامل الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه العاصفة طبعا مناسق الاستجابة أيضا كانت قد تحدثت عن حجم الأضرار السابقة ونسبة الاستجابة التي لم تتجاوز حتى الآن 35% للأضرار السابقة وبالتالي الأضرار السابقة ربما تضاف إلى الأضرار السابقة وتزيد من حجم المعاناة لدى الأهالي وخاصة في التجمعات والمخيمات العشوية في هذه المنطقة ونرحاج تلفزيون سوريا خربة الجوز ريفو إدلب الغربي